موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته how are you guys you are all welcome here again with me Mr.Mohamed in a new unit, new listen in 50th grade أهلا وسهل فيكم معي مرة جديدة في وحدة جديدة ودرس جديد للصدق الخامس في الحصة الماضية انتهينا من شرعة الوحدة الأولى لهيك بتمنى تكون حفظت الكلمات عرفت القاعدة وعرفت القواعد الفرعية مثل ترتيب الجملة ومثل علامات الترقيم وكيف تضع الكلمات في الجملة اليوم إن شاء الله في درسنا الجديد عنوانه Our Country دولتنا ايش في دولتنا ايش في دولة اللي جاي منها بنا لهيكا خلينا نبدأ رح نسمع يعني أعد يعني رح تسمع وتريد معه رح أشغل لك الملف الصوتي في كل الكلمات هاي حنسمع وتريد هو عم ضلك ساكت إذا أنت حابب تدفع عيد وحكي بصوت عنا بعد ما نسمع وانت رح نأجي لهم موارجك إيش في كلمات إلها معنا إيش في كلمات إذا إلها مضار كيف كمان مره نقرأ أوكي يلا بسم الله هكذا نكون انتهينا من السمع نيجي على كل كلمة على حين number one photo photo إلي هي صورة it means the meaning is picture وهي أخذناها في الوحدة الأولى picture صورة the meaning is photo صورة أوكي stadium stadium the stadium is a new building the stadium is a new مطلزة مينة new new جديد أوكي the opposite old حكينا opposite اللي هو المضار إيش مضارت كلمة new old هالأسوال كتير أجب الإختبارات old building و new building أوكي أحفظ اللي إيام أوكي building اللي هو المبنى stadium الملعب اللي هلقيت هنشوفه is a new building هو مبنى جديد تمام و هيجيب لي كمان مبنى قديم هو مثل the dome of the rock اللي هو قبة الصخرة تمام ياهلو كلمة رابعة كلمة موجودة عنا عنا فاضة في جنها ماذا لحظ حرف الر بطير لو أنت سمعت منه يقول فاضة ماذا أنا حرف الر إذا كسوبي يلقى بحرف متحرك ما بحكي أوكي تمام the word father it means dad the word mother it means mom both of them بوط يعني اتنين كلاهما is are my parents parents اللي حظنا نحص الماضية parents الوالدين dad and mom father and father تمام وكي next people people هنقول people لا people تمام people اللي هم الناس احفظها people ناس بعد ايها cable car cable car next طبعا cable car اللي هو هو كاتب لك هنالت فريك لا هي السيارة الكهربائية هي اللي بتطع على الحبال الكهربائي اللي كنت هنجسر بطلع فيها على الماونتن جبال بعد ايها famous 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 معناها مشهور تساوي كلمة popular معروف famous مشهور popular معناها معروف ايش معروف يعني مشهور اوكي next valley 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 اللي هو الوادي اللي يكون بين جبلين وادي valley اوكي hiking 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 اللي هي التجوال التنزه والتجوال المشهور الطويل هذا اسمه hiking تمام اللي بعدها boat 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 اللي هو قارب والقارب هي كتبتلك معناها هنا small ship small صغير وship سفينة سفينة الصغيرة اسمها قارب boat boat قارب معناها small ship طبعا معنا حاجة اسمها duck bus duck اللي هي البطة و bus اللي هو boss اوكي duck bus duck شبهوها بال duck bus لانها تمشي في الميا تمام وبتمشي على اليابسة عشان هيك حاجة له ايش اسمه wheels the duck bus has wheels duck bus له عجلات كلمة wheels عجلات احفظ الكلمات واحفظهم مية المية كمان تمام عشان تعرف تضحهم في الجمال وعشان نفهم الفقرة هلقيا اوكي بالمناسبة الكلمات المحتاجين انه مثلا نحفظهم املاء بهيك السطر الاول هذا حاول اعمل فيه املاء اذا شيفهم كتير اول اربع كلمات املاء الحصة القادمة اربع كلمات والحصة اللي بعدها اربع كلمات اوكي معنا كل يوم اربع كلمات املاء املاء اعمل املاء وشوف حالك كيف صح او خطأ وقلنا عشان نعرف نكتب املاء محتاجين نسهل على حالنا بحاجة اسمه التهجئة مثلا فوتو اشبع فوتو فوتو فكما عارف اعمل الصحيح وكتابه صحيح نيجي على التمرين الاول listen and answer the question نسمع ونجيب على الاسئلة اللي بعد هاي الفقرة مثل ما تعودنا هيقرأ النص ويقرأ اللي في الصورة تمام بعد هيك احنا راح نترجم ونقرأ معه اوكي لكن انتبه واقرأ مني يلا شوف هاي النص الموجود عنا وبدن ان اسمع للمسا track 8 ben omar amy and rania are drinking lemonade in the kitchen they are looking at photos this is the dome of the rock it's famous it's in jerusalem ben is showing omar a photo of the olympic stadium in london what's that it's a very big building and who's this this is the olympic stadium it's a new building it's for the olympic games this is my brother he's an engineer excellent نجيب نسمع ونطلع كمانا ok بن or amy and rania لاحظ ذكر كم اسم الله لما اذكر اكتر من اسم بروح بأضع قبل بعد كل اسم فاصلة اما قبل الاسم الاخير بكتب and مش في العربي بدي كتاب و قلم و تمام وبقول رحكي و تمام لا في الاجانب بيحكوا الاسامي قبل الاسم الاخير بحكي الوقت اللي هي and بصير بن اوما امي and رانيا r وضع هنا r لانهم ايش ما لهم جمع اكتر من شخص بعدين ايش وضع الفعل مضاف اله ing وهي القاعدة الموجودة معنا احفظها الجمع هياخد r زاد الفعل مضاف اله ing اما المفرد رح ياخد is زاد الفعل مضاف اله ing اوكي ليمونا يشرب ليموناد عصير ليمون in the kitchen المطبخ they are looking at photos قاعدين بينظروا الى الصور لاحظ الصورة الموجودة معهم في عندنا في الصورة الاولى اللي هي صورة the dom of the rook فاش بحكي this is the dom of the rook هذه هي قبة الصخرة احفظ هاي قبة الصخرة the dom of the rook it's famous ايش يعني famous مشهور what's the meaning popular اوكي في يعني it's in Jerusalem هي موجودة وين في Jerusalem اوكي في مدينة القدس نيجي على الصورة التانية been is showing a photo of the olympic stadium in London been بيعرض كلمة show يعرض وضع لبن is ليش وضع is لانه مفرد show وضع لها ing لانه الحدث يحدث الان اوكي المفرد is زاد الفعل مضاف اله ing or a photo photo ايه صورة the meaning is picture it's excellent اوكي of the olympic stadium in London يبقى عرفنا مكان the dom of the rook is in Jerusalem هاي عنا مكان تاني the olympic stadium is in London تمام this is in London فايش بيسأل what's that ليش في الصورة هينا حكى ذات ذات بستخدمها للبعيد لاحظ هو ابو جريب اما المبنى ايش مالهم بعيد وعشان هيك عند الابو ايش سأل who's this يعني كتب this لانه قريب لكن لما سأل عن البعيد ايش سأل what's that what's للشيء سأل what's that ما هذا it's a very big building big it means كبير تمام the meaning is large large برضو كلمة large معناها كبير large اما العكس المضادر هي كلمة ايش small صغير تمام هاي لكلمة big building ما هنا تلاحظ ليش سأل who's this who's من مين هذا للشخص اما وطلمين للشيء نجعل البعدي this is the olympic stadium it's a new building new it means جديد the opposite opposite old old عكس new old اوكي طيب it's for the olympic games بيلعبوا فيه الألعاب الأولمبية يبكى الملعب الرياضة كلمة stadium يعني ملعب تمام الملعب هذا الرياضة بيلعبوا فيه الألعاب الأولمبية this is my father وهذا مين ابي this is my father he's an engineer هو مهندس اوكي نجعل السورة اللي بادي اسمها رانيا رانيا is showing a photo of the cable cars in Jericho and a photo of Wadi al-Kilt this is Deir Kruntel you can go up the mountain in the cable car these people are my mother and father and this is Wadi al-Kilt it's a famous valley we go hiking there Amy is holding a photo of a boat it is in the river Amy is in the boat what's that? is it a boat? is it a bus? it has wheels it's a duck bus it can go in the water and on the street that's good ok بنمجي نكمل رانيا is showing a photo of a cable cars in Jericho and a photo of Wadi al-Kilt يعني نقول رانيا is وضع is ليش؟ لأنه رانيا مفرد تمام؟ بعد ال is بيستخدم verb plus ing في المضاف له ing احباز القاعدة a photo of the cable cars هاي صورة لسيارة الكهربائية in Jericho Jericho هي مدينة أريحة يبقى وان موجود هذا مدينة أريحة وهذي القلط also in Dirk Rontal في مدينة إشفردو أريحة واش تحكراني this is Dirk Rontal you can go up up قلنا أعلى عكس هذا opposite down down d-a-o-w-n down في عنا the mountain mountain يعني الجبل يبقى لما بدنا نصعد للجبل بنطلع بحاجة يسمى cable car okay you can go up the mountain in the cable car تستطيع أن تصعب إلى الجبل بواسطة cable car السيارة الكهربائية these people هذول النازل المولدين في الصورة are my mother and my father أبي وأمي and this is وادي القلط it's famous valley وهذا المكان اسمه وادي القلط وهو عبارة عن وادي مشهور كلمة famous the meaning is popular okay we go hiking there كتير بالروح نتمشى أو رياضة التجوال في المنطقة هذه okay كلمة there معناها هناك بدي أحكي هنا بحدث فقط حرف T بصير here يبكى there the opposite the opposite المضاد اللي هي here هنا okay ايمي is holding a photo of a boat يلنا بوت اللي هو قارب the meaning is a small ship سفينة صغيرة يقول لي ايمي ماسك صورة لا القارب hold أنا يمسك it's in the river river في النهر okay ايمي is in the boat وهي ايمي موجودة بداخل بداخل القارب فايش بتسأراني متفاجع يعني القارب وإلو رجال فايش بتقولوا what's that is it a boat هل هو قارب is it a bus هل هو باس it has wheels له عجلات فايش ردت عليها حكت لها it's a duck bus انه باس البطر تمام ايش تعريفه it can go تستطيع ان يمشي او يذهب in the water في الماء and on the street on the street في الشارع او على الشارع كلمة street اللي هي road الطريق تمام street شارع road طريق تمام بنا نعرف هاي الكلمة عشان ما نفدها ان شاء الله street road اتبقنا هذا بالنسبة للباس باتمنى يكون واضح ومسايد اذا معك النوتا اكتب لكلمة كل كلمة وايش في معناها وايش مضادها من اللي اخدناهم اليوم اوكي ننتقل لها السؤال التاني الخاص بالصورة في عندي صورة في الصورة هاي hardly what can you see in the picture ايش هيك انت في الصورة what can you see in the picture bin oma the olympic stadium where is the olympic stadium it's in london اوكي في عنا بنزداد وفي عنا ليمونات اوكي this is the olympic stadium it's a new building it's for the olympic game this is my father he's an engineer انه مهندس اوكي ايش على الاخر تمرين معا اليوم وهو تمرين الاكمل read and circle the correct words اقرأ واكمل بالكلمات الصحيحة اوكي number one we play football play football نلعب كرة القدم in في ونلعب stadium or swimming pool stadium ملعب swimming pool بركة الاسباحة ومتلع كرة القدم stadium اكسا number two mother and father live in my school ولا house اكسا امتاز في عنا الاب والامون بيعيشوا اكيد بيعيشوا في المنزل مش في المدازل اوكي the dome of the rock is a famous new ولا old building excellent old building اللي بعديها i go hiking كلمة go بيجي بعديها الهواية او الرياضة مضفئ لها ing بقول i go swimming i go hiking اوكي in hiking تجوال وين تجوال في الفالي في الوالي اللي هو عنده الجبال ولا في الريور في النهر لا في الفالي excellent وين ما تشوف هذا الدلس وين بتشوف كلمة hiking in a valley تمام number five omr and rania are my omr rania friends ولا cousin friends اصدقائي the last one a boat goes in البوت القارب بسير mountain على الجبل ولا river في النهر river سلام عليكم بطال كيف نكون انتهينا من التمرين الموجود معنا فاتمنى فاذك كتير ما تنسى في الدفتر مطلوب منك كتابة الكلمات ايش في كلمة مضاف ايش في كلمة معنا اكتبهم جنبهم واتمنى لكم كات حلوة وانا راكم في درس قادم وإلى اللقاء مطلوب زش اشتركوا في القناة